وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون وليسوا كاذبي وصلت معكم وأنا أعرض بين أيديكم أكاذيب البخاري وأكاذيب مسلم إنها أكاذيب سقيفة بني ساعد وصلت معكم إلى سيدنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقد قرأت عليكم من البخاري ومن مسلم أكاذيبهم أكاذيبهم وافتراءاتهم وهم يجعلون أبا طالب صلوات الله عليه في ضحضاح من نار لا أريد أن أعيد قراءة الحديث في هذه اللحظة سأقرأه عليكم هذا الحديث الذي رواه البخاري عن شيخه مسدد وروا عن غيره أيضا ما هم كلهم كذابون كلهم مفترون وقد عرضت أكاذيبهم هذه على القرآن وأنتم تابعتم الحلقات المتقدمة وتابعتم الحلقتين المتقدمتين بخصوص سيدنا أبي طالب وشاهدتم كيف أن الأكاذيب هذه تتلاشى وتندثر أمام حقائق القرآن ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم وبعد أن تلاشت أكاذيبهم وافتراءاتهم أمام سطوة حقائق القرآن تناولت الواقع التأريخي والذي يدل بنفسه على حقائق ما تحدث القرآن عنها مر كل هذا علينا في الحلقتين الماضيتين وأعتقد أن الكلام تم في هذا الموضوع قطعا هناك الكثير والكثير من الكلام لكنني بصدد الإجمال وغاية فضح أكاذيب البخاري وبيان تدليسه وتحريفه ودجله مضحوك عليكم مضحوك عليكم يا شباب السنة مثل ما هو الحال مع شباب الشيعة مضحوك عليهم مراجع النجف وكربلة أتحدث عن الحوزة الطوسية القذرة في النجف وكربلة تضحك على شباب الشيعة وتحولهم إلى حمير إلى حمير أدركونا 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 بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدركونا على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لي يا أخر بابو ما توصل للنوبيلية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني ماشي عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نب عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنة قل لي مستعجب مش درها قولي تركب يعني قل آقا أغامي شني كما تقول قل آقا أغامي شني يتبقوا لهم وكان حالة أسوان فقوش ديخ تعرفي فقوش والنس عباط كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسوان عرض باب قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة وحق جبين رسول الله وحق وجه محمد الزاهر هذا هو وحقع الشيعة أجدادنا وآباؤنا الذين خرجوا من هذه الدنيا كانوا كانوا كذلك الشيعة الآن لن تجد وصفا دقيقا وواضحا مثل ما تم وصفهم في هذه الوثيقة وأنتم كذلك يا شباب السنة لكن حالكم أهوى حتى الذين صاروا كما صار الشيعة منكم من شباب السنة بإمكانكم أن تكسروا هذه الأقفال والقيود شباب الشيعة في الأعمل الأغلب ميؤوس منهم ميؤوس منهم لقد انطمرت عقولهم تحت أكوام هائلة متراكمة من خراء المرجعية الطوسية ولقد تكدس هذا الخراء على العقل الشيعي وتكلس بحسب المعطيات المتوفرة على أرض الواقع لا أعتقد أن الشيعة بإمكانهم أن يتخلص من خراء مراجعهم أتحدث عن الخراء الفكري والخراء العقائدي والخراء الديني لا أعتقد أن الشيعة بإمكانهم أن يتخلص من هذا الخراء المتكدس المتكلس على عقولهم حالكم يا شباب السنة أهون بكثير من حال شباب الشيعة بإمكانكم أن تحرروا أنفسكم هذه أيام الحسين إن الحسين يبحث عن الأحرار فابحثوا 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 يا شباب السنة عن سيد الأحرار إنه ينادي ينادي إنه ينادي ولزال صوته تردده الحقيقة لزال صوته تسمعه العقول الواعية وتتحسسه القلوب المبصرة هذا الطوفان طوفان الحرية وطوفان العقل والحكمة الذي لون لوحته في كربلاء سيد الشهداء بدمائه ودماء رضيعه الصغير إنه يناهدي يناهدي ألا حر ألا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها ألا حر ألا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها هذا هو نداء الحسين تريدون أن تستجيب تريدون أن تعرض تلك هي مشكلتك أعود إلى أكاذيب البخاري وأكاذيب مسلم وأكاذيب السقيفة بني ساعد في هذه الحلقة بعد أن تم الكلام في الحلقتين الماضيتين أريد أن أضيف إضافة توضيحية هذا توضيح وإلا فقد ثبت وبقاطعية من أن أحاديث القوم أتحدث عن البخاري وأمثاله كذب في كذب في كذب تتناقض مع حقائق القرآن الواضحة بدرجة كاملة تم الكلام في الموضوع وكما يقولون انتهت المأمورية توضيح في هذه الحلقة أريد أن أعرض بين أيديكم إذا كنتم تريدون متابعة حديثي أريد أن أعرض بين أيديكم نماذج من حديث العترة الطاهرة يخبروننا عن أبي طالب ماذا يقولون عن أبي طالب فهذا أبوهم أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه هو أبو العترة ووالد العترة سأقرأ نماذج من أحاديثهم الكافي لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 للهجرة الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران هذا هو الجزء الأول أذهب إلى الباب الذي عنوانه باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله هنا نقرأ الصلاة الكاملة هذه كتب العترة أحاديث العترة بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة حيث يعلنون عداءهم لرسول الله وهم يصلون الصلاة البترة أباترة أولاد أباترة ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وجزء جزء من هذا الأجر أن تكون الصلاة على محمد صلاة كاملة صلى الله عليه وآله لا لا أن تكون صلاة بترة فهذا عنوان النصب والعداء وهذا إشارة من خلالها نعرف أن القائل ملعون لعنة الله عليه ملعون على لسان رسول الله فتذكروا هذه الحقيقة دائما وأنتم تقرؤون في كتب علماء السنة ومحدثي السنة أعود إلى الكافي صفحة خمسمية واثنين إنه الحديث التاسع بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه البخاري حدثنا عن مسدد حينما أخبرنا من أن أبا طالب في ضحضاح من نار الكلين هنا يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه الصادق يقول إن الله كان إذ لا كان كان ولم يكن معه شيء وكان وكان هنا ليس زمانا وليس مكانا وليس حيثية وإنما تعبير قاصر يشير إلى أن الله ليس معه أحد إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار الحقيقة المحمدية العظمى وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق انتبهوا إلى دقة العبارة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب إنهما في مرتبة واحدة وهما أعلى شأنا من سيدنا عبد المطلب التعبير واضح إنهما أطهر طاهرين بالقياس إلى آبائهم بالقياس إلى أجدادهم فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين بالقياس إلى الأصلاب المتقدمة الذكر وعبد المطلب ذكره متقدم فهو والد عبد الله وأبي طالب عبد الله والد نبينا وأبو طالب والد أميرنا أقرأ أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن صادق العترة صلوات الله عليه إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار إنها الحقيقة المحمدية العظمى الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه هذا تفصيل وشرح وبيان لنور الأنوار ما كان نهرا للأنوار إلا لأن الله قد أجرى نوره فيه وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين الكلام هنا ليس عن الأرض الأرض في هذه المرحلة لم تكن مخلوقة الكلام في عوالم النور الأولى حينما تجلى محمد وعلي على وجه الأرض ظهر بمظهر يتناسب مع هذا العالم مثلما نظهر نحن في أرحام أمهاتنا بمظهر يتناسب مع أرحام أمهاتنا وبعد ذلك حينما نخرج إلى الدنيا من أرحام أمهاتنا نكون بمظهر نستطيع أن نتواصل مع أمهاتنا إلى أن نصل إلى سن رشادنا وهكذا في كل مقطع زماني وفي كل ظروف معينة نظهر بمظهر يناسب تلك الظروف تكوينا تكوينا ويأتي التشريع منسجما مع الحالة التكوينية التي نحن عليها هذا هو نظام الله وهذا هو تكوينه وهذه سننه وآياته فلم يزال محمد وعلي فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء أكون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة أشهد أنك كنت نورا يا رسول الله هكذا قرأت عليكم من زيارته التي نزوره بها على البعد أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وهذا الكلام هو هو نقوله لرسول الله ونقوله للعترة الطاهرة ونقوله لعلي ونقوله للزهراء الطاهرة ولحسن وحسين ولولد حسين من السجاد إلى القائم فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب هذا هو الصادق يعرف آباءه وأجداده هل تأخذون عن الصادق أم تأخذون عن البخاري وعن شيخه مسدد عن من تأخذون نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الرابع من الكافي الشريف لشيخنا الكليني الطبعة تختلف عن الطبعة التي قرأت منها قبل قليل هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة خمسمية وأربعة وأربعين إنه كتاب الحج رقم الحديث الحديث الحادي والعشرون والباب ثلاثمية وثمانية وثلاثين باب النوادر بسنده بسند الكلين عن داود الرقي قال دخلت على أبي عبد الله على إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ولي على رجل مال كان قد أخرضه أخرض رجلا ولي على رجل مال قد خفت تواه خفت ضياعه ألا يعيد لي مالي دخلت على أبي عبد الله إنه الصادق صلوات الله عليه ولي على رجل مال قد خفت تواه خفت ضياعه فشكوت إليه ذلك شكوت حالي إلى الصادق المصدق صلوات الله عليه فقال لي إذا صرت بمكة لأن الإمام كان في المدينة وهو يتحدث مع داود مع داود الرقي فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا هل يأمرنا الإمام الصادق أن طوف عن عبد المطلب طوافا وعبد المطلب كان يعبد الأوثاة فطف عن عبد المطلب طوافا وصلي ركعتين عنه وطف عن أبي طالب طوافا وصلي عنه ركعتين وطف عن عبد الله طوافا طوافا إنه والد النبي وصلي عنه ركعتين وطف عن آمنة إنها والدة النبي وطف عن آمنة طوافا وصلي عنها ركعتين وطف عن فاطمة بنت أسد إنها والدة أمير المؤمنين طوافا وصلي عنها ركعتين ثم ادعو أن يرد عليك مالك قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا من الباب التي في جهة الصفا ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي هذا الرجل الذي لي مال عنده وإذا غريمي واقف يقول يا داود حبستني حبستني جعلتني أنتظر طويلا لماذا مكثت طويلا في داخل المسجد في داخل المسجد الحرام يا داود حبستني تعال اقبض مالك الكلام واضح لا يحتاج إلى بيانه إمامنا الصادق يرسم لنا برنامجا مستحبا من شؤون الحج ومن شؤون زيارة البيت العتيق أن نطوف عن عبد المطلب وأن نطوف عن أبي طالب وأن نطوف عن عبد الله والد النبي وعن سيدتنا آمنة والدة رسول الله وعن سيدتنا فاطمة والدة أمير المؤمنين الرواية واضحة لا تحتاج إلى شرح طويل وبيان إنني قرأت عليكم مثالين من الروايات والأحاديث التي وردت عن العترة الطاهرة هذه أحاديث الصادق وقرأت عليكم من أوثق كتب العترة الطاهرة من الكاف الشريف وهذا كمال الدين وتمام النعمة كما يقول الصدوق في المقدمة من أنه رأى الإمام الحجة في المنام وأمره أن يؤلف الكتاب هذا الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة السابعة بعد المائتين إنه الباب الذي عنوانه باب في خبر عبد المطلب وأبي طالب رقم الحديث الحديث الخامس بسنده بسند الصدوق مؤلف الكتاب المتوفى سنة 381 للهجرة بسنده عن الأصبغ بن نباتة رجل معروف في أصحاب الأمير عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول يتحدث عن أبيه سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول والله أمير المؤمنين يقسم والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا هاشم ولا عبد مناف عبد مناف والد هاشم ولا عبد مناف صنما قط هذا التعبير الشائع عند السنة يقولونه حينما يذكرون علي صلوات الله عليه كرم الله وجهه إنما يقولون هذا لأنه ما سجد لصنم علي ما سجد لصنم أبوه كذلك جده أشداده ما سجد للأصنام هؤلاء هم المجموعة الطاهرة لا ينال عهد الظالمين مثل ما جاء في المحاورة ما بين إبراهيم وربه في مسألة الإمامة هناك مجموعة من ذرية إبراهيم ستكون الإمامة من نصيبها ومن شؤونها إنها المجموعة الطاهرة هؤلاء هم وهؤلاء الأصلاب والأوعية التي سيأتي عبرها محمد أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا لا أحدثكم هنا عن أبي قحافة عن أكل الذبان إنني أحدثكم عن أجداد رسول الله إنني أحدثكم عن أجداد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هو الذي يقول والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط قيل له فما كانوا يعبدون قال كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم ونحن نعتقد بحسب ما أخبرون هؤلاء أوصياء إبراهيم قال كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم متمسكين به هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإلى كنز الفوائد إلى كنز الفوائد ل أبي الفتح محمد بن علي ابن عثمان الكراجكي الطرابلسي من علمائنا الأجلاء المتوفى سنة أربعمية وتسعة وأربعين للهجرة هذا هو كنز الفوائد الكتاب المشهور والمعروف بين علماء الحديث في أجواء حديث العترة الطاهرة في الجزء الأول وفي الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة هذا المجلد يشتمل على الجزئين على الجزء الأول والجزء الثاني في الجزء الأول في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة والتي بعدها أيضا سأنتخب بعض الأحاديث بسنده بسند الكراجك الطرابلسي عن أبان ابن محمد قال كتبت إلى الإمام الرضا إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الأثنى عشر وإنه الإمام العاشر في سلسلة الأئمة الأربعة عشر هذا هو إمامنا الثامن قال كتبت إلى الإمام الرضا علي بن موسى جعلت في ذاك قد شككت في إيمان أبي طالب الذي يكتب إلى الإمام الرضا هو أبان ابن محمد جعلت في ذاك قد شككت في إيمان أبي طالب قال فكتب الإمام الرضا كتب إلى أبان ابن محمد بسم الله الرحمن الرحيم الكلام الصريح أعطاه قاعدة إمامنا الرضا نذهب إلى القاعدة إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار كلام صريح واضح أعطانا قاعدة بينة نحن نتحدث في أجواء دين العترة الطاهرة لا نفرض عقائدنا على أحد لكن على الذين يتابعون هذا الحديث عليهم أن يعرفوا من أن العترة الطاهرة هي الأعرف بأسرار آبائهم وأجدادهم إن إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار وإمامنا الصادق يخاطب يونس ابن نباتة هذا هو جد أباني ابن محمد الذي كتب إلى الإمام الرضا وكتب الإمام الرضا له أباني ابن محمد هو الذي سأل الإمام الرضا وقال له جعلت في ذاك قد شككت في إيمان أبي طالب الإمام ماذا أجابه بخط يده إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار لماذا لأن أبا طالب كان وصيا من أوصياء إبراهي لأن أبا طالب إنسان عده الله لبرنامجه لبرنامج رب الأرباب الأعظم إنه البرنامج المحمدي الذي أرسله الله رحمة للعالمين هذا هو البرنامج العالمي لله سبحانه وتعالى أبو طالب كان معدًا لهذا البرنامج من دونه لن يتحقق هذا البرنامج فهو فهو حجة من حجج الله الإيمان به ومعرفته جزء من حقائق دين العترة الطاهرة ولهذا إمامنا الرضا كتب إلى أبان بن محمد إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار إمامنا الصادق يقول ليونس بن نباتة الذي هو جد ل أبان بن محمد يا يونس ما يقول الناس في إيمان أبي طالب قلت جعلت في ذاك يقولون هو في ضحضاح من نار يغلي منها أم رأسه مثل ما قرأت هذا عليكم في البخاري وفي مسلم يا يونس ما يقول الناس في إيمان أبي طالب قلت جعلت في ذاك يقولون هو في ضحضاح من نار يغلي منها أم رأسه فقال كذب أعداء الله مثل ما قلت لكم في العنوان وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 هذه المضامين في العناوين التي أطرحها بين أيديكم أخذتها من العترة الطاهرة ما جئت بها من بيت عمتي أو خالتي فقال كذب أعداء الله إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هناك هناك رواية منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية بسند الكراجك الطرابلسي صاحب الكتاب عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا أنه كان جالسا في الرحبة في رحبة الكوفة أيام خلافته الرحبة هي المساحة الواسعة التي كانت تجاور المسجد الأعظم في الكوفة وأمير المؤمنين كان يجلس هناك له مجلس هناك يلتقي بالناس أنه كان جالسا في الرحبة والناس حوله فقام إليه رجل فقال له يا أمير المؤمنين إنك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النار فقال له ما أكفف عن هذا الكلام ما كما يقولون في النحو أو في اللغة إنه اسم فعل ما هو بفعل اسم فعل بمعنى أكفف ما أكفف ما فض فض الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي يتحدث عن أبي طالب ويقسم بهذا القسم هذا قسم عزيز على قلب علي والذي بعث محمدا بالحق نبيا إنه قسم من أقسام رسول الله رسول الله كان يقسم بهذا القسم والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله أبي معذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار والذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار إلا خمسة أنوار نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن والحسين ونور ولده ولد الحسين ونور ولده من الأئمة من السجاد إلى القائم ألا إن نوره من نورنا ألا إن نوره ألا إن نور أبي طالب من نورنا من نور محمد وعلي وآلهما الأطهار خلقه الله من قبل خلق آدم بألف عام العترة تتحدث عن أبيها تريدون تريدون أن تصدقوا تريدون أن تكذبوا تلك مشكلتكم وأنا أقول لكم هذه الأحاديث بلسان المدارات منزلة أبي طالب أعلى من كل هذه البيانات وهذا يتضح لي من مجموع الأحاديث إنني لا أقرأ عليكم كل الأحاديث هذه نماذج من حديثهم صلوات الله عليه وماذا بعد فدع عنك قول الشافعي ومالك فدع عنك قول الشافعي ومالك الشحر الشيعي يقول فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد إنه ابن حنبل والمروي عن كعب الأحبار هذا صديق عمر وصاحب عمر كعب الأحبار فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد إنه ابن حنبل والمروي عن كعب الأحبار وخذ عن أناس قولهم وحديثهم روى جدهم عن جبرائيل عن البار هذه أحادثهم الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة من علماء الشيعة في الحلة صاحب كتب الأدعية والزيارات إنه رضي الدين ابن طاووس رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان هذا هو الجزء الأول صفحة أربعمية واثمنتعش هذه الحكاية تبدأ في صفحة أربعمية واسبع طعش حكاية نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله حينما أمر النبي علي أن يهيئ طعاما وأن يدعو بني هاشم الحكاية طويلة مفصلة جاءوا وأراد النبي أن يتحدث معهم فاعترض أبو لهب وخرجوا وخرجوا فقال له أبو طالب اسكت يا أعوار ما أنت وهذا ثم قال أبو طالب وهو شيخهم لا يقومن أحد فجلسوا ثم قال للنبي قم يا سيدي فتكلم بما تحب وبلغ رسالة ربك فإنك الصادق المصدق نحن هكذا نعتقد بأبو طالب مثلما حدثتكم في يوم أمس من أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قام بالتمهيد لرسالة محمد صلى الله عليه وآله ما قبل البعثة وما بعد البعثة ولا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته في الحلقة السابقة ثم قال أبو طالب لا يقومن أحد اجلسوا فجلسوا ثم قال للنبي قم يا سيدي فتكلم بما تحب وبلغ رسالة ربك فإنك الصادق المصدق صلوات على أبي طالب وصلوات على أمير المؤمنين هذا يؤسس بمكة وذاك يؤسس بالمدينة وهذا بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هذا هو الجزء الخامس والثلاثون من بحار الأنوار صفحة 112 الحديث الرابع والأربعون بسنده عليث المرادي من أصحاب إمامنا الصادق عليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه سيدي إن الناس يقولون إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه فماذا قال الصادق صلوات الله عليه كذبوا الله كذبوا الله كذبون كذبون كذبوا الله إن إمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان وإمان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح إمان أبي طالب على إمانهم هذا هو أبو طالب ليث المرادي يقول للصادق سيدي إن الناس يقولون إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه قال كذبوا والله إن إمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان لا رجح إيمان أبي طالب على إيمانهم ثم قال صلوات الله عليه إمامنا الصادق كان والله أمير المؤمنين يأمر أن يحج عن أبي النبي وأمه وعن أبي طالب في حياته في حياة أمير المؤمنين ولقد أوصى في وصيته بالحج عنهم بعد مماته فهل هذا كهفر وهل هذا في ضحضاح من نار لعنة الله عليهم كذابون كذابون لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم صفحة 113 الحديث السابع والأربعون بسنده عن حمد بن عثمان عن إمامنا الصادق هذه أحاديث صادق أنتم أحرار تريدون أن تأخذوا بأحاديث جعفر إنه ابن محمد هذا ابن محمد صلى الله عليه وآله أم أنكم تريدون أن تأخذوا بأحاديث البخاري عن شيخه مسدد أنتم أحرار إمامنا الصادق يقول ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا هذا التعبير تعبير دقيق جدا ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا أبو طالب ما كان محبا لرسول الله فقط ولا كان عاشقا لرسول الله فقط ولا كان مطيعا لرسول الله فقط ولا كان معتقدا بدين رسول الله فقط ولا كان خادما وعبدا عند رسول الله فقط أبو طالب كان في هذه المنزلة في منزلة الرضا هذه المنزلة منزلة الأنبياء هناك منزلة الطاعة نستطيع أن نصل إليها هناك منزلة التسليم يمكننا أن نصل إليها هناك منزلة السالمية نستطيع أن نتشبث بأذيالها لن نستطيع أن نصل إلى منزلة السالمية بالمعنى الحقيقي بالمعنى المجازي نستطيع أن نتشبث بأذيالها بأطرافها منزلة الرضا بعد منزلة السالمية بكثير بكثير ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا لم يكن مطيعا لم يكن مسلما لم يكن سالما لرسول الله لم يكن عارفا به لقد بلغ في خدمته لرسول الله حالة الرضا ما حدثتكم به في الحلقة الماضية من أن أبا طالب ما كان ينام حتى يطمئن على رسول الله بعد أن يغير منامه أن ينام علي في فراشه هذا الأمر كان يفعله أبو طالب طيلة الزمان الذي كان نبينا في بيت أبي طالب وأكد وأكد الأمر أتعلمون متى حينما كانوا في شعب أبي طالب لأن الفترة هذه كانت أكثر خطرا على حياة رسول الله فعينما كانوا في شعب أبي طالب كان أبو طالب يبقى ساهرا يبقى ساهرا يبقى ساهرا حتى يطمئن إلى أن رسول الله قد نام في فراش علي وأن علي قد نام في فراش رسول الله في كل ليلة في كل ليلة ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا صفحة مية وخمسطعاش إنه الحديث الثاني والخمسون بسنده بسند المجلسي عن إمامنا السجاد علي بن الحسين صلوات الله عليهم أنه سئل عن أبي طالب السؤال وجه إلى الإمام السجاد أنه سئل عن أبي طالب أكان مؤمنا فقال نعم فقيل له إنها هنا قوما يزعمون أنه كافر فقال وعجباه أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يقولون من أنه كافر إنهم يطعنون على من يوجهون طعنهم باتجاه أبي طالب أم باتجاه رسول الله لماذا سيبين الإمام جهة من الجهاد فقال وعجباه أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نهاه الله الله نها رسوله في قرآنه وقد نهاه الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن في العديد من الآيات في أكثر من آية في القرآن وقد نهاه الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن الله هكذا أمر نبيه أن لا يترك مؤمنة آمنت به عند كافر ولا يشك أحد أن بنت أسد إنها جدته جدة الإمام السجاد إنها والدة أمير المؤمنين ولا يشك أحد أن بنت أسد من المؤمنات السابقة هذه فاطمة كانت تؤمن بالنبي منذ ولادته فاطمة كانت تؤمن بالنبي قبل خديجة الكبرى هذا الكلام من أن خديجة هي أول النساء إسلاما الذي كان يراه الناس أما بيت أبي طالب كان مؤمنا بمحمد منذ ولادة محمد وفاطمة بنت أسد كانت تؤمن بمحمد منذ ولادته صلى الله عليه وآله ولا يشك أحد أن بنت أسد من المؤمنات السابقات وأنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنه جاء في الرواية فإما أن الإمام السجادة راعى المتلقي وإما أن الكلمة أضيفت بعد ذلك لأن صيغة هذه تقال لعامة الشيعة لعامة المؤمنين ولا تقال لحجج الله وللمعصومين من أوليائه لأمثال أبي طالب صلوات الله عليه دقق النظر في كلمة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وقد نهاه الله نها رسوله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن ولا يشك أحد أن بنت أسد من المؤمنات السابقات وأنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب هل انقطعت علاقة محمد بأبي طالب كلما مرت الأيام كلما توثقت العلاقة بين أبي طالب ومحمد صلى الله عليه وآله وكلما ازدادت خدمة أبي طالب لمحمد صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل ضياء العالمين كتاب معروف بين علماء الشيعة ضياء العالمين في بيان إمامة الأئمة المصطفى للشريف أبي الحسني العاملي وهذا هو الجزء الخامس من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الستين بعد الأربعمائة رواية تقول إن عبد العظيم الحسني السيد الجليل من أحفاد إمامنا الحسن المجتبى المجتبى صلوات الله عليه الذي حين نزوره في مدينة الري في جنوب طهران نخاطبه في زيارته السلام عليك يا من بثواب زيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى سيد الشهداء إنه الحسين يا من بزيارته بثواب زيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى هذا هو عبد العظيم الحسني كتب إلى الإمام الرضا أخبرني عن الخبر الذي روي أن أبا طالب في ضحضاح من نار فكتب إليه أما بعد فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار الكلام هو هو الذي مر علينا قبل قليل في الرسالة التي كتبها إمامنا الرضا إلى أبان بن محمد وقرأتها عليكم قبل قليل من كنز الفوائد للكراجك الطرابلسي وعن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إن أبا طالب كان كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه ما كان يظهر إيمانه أمام قريش لأن قريشا كانت تهاب أبا طالب باعتباره أنه على أعرافها وعلى ثقافتها هم يعرفون أن بني هاشم لا يعبدون الأصنام لكنهم ما كانوا يعترضون على ذلك لا يعترضون على عبادة الأصنام يعلمون أن بني هاشم ليسوا جميعا ولكن كعبد المطلب كأبي طالب كانوا على ديانة إبراهيم وديانة إبراهيم كانت موجودة في مكة وغير مكة وهذا أمر كان معروفا عند العرب ما هو بسر خفي إلا أن أبا طالب لم يظهر نصرته لمحمد على أنها نصرة دينية وإنما كان يصر على إظهار أن نصرته نصرة عشائرية ولهذا لم يستطع عتات قريش أن يعترض على أبي طالب النصرة العشائرية أمر مقبول عندهم إن أبا طالب كان كمؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون كان قريبا جدا من أقرباء فرعون إن أبا طالب كان كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه ثم قال إن الله تعالى أوحى إلى رسول الله إني قد أيتك بشيعتين بشيعتين بأنصار إني قد أيتك بشيعتين شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية فأما التي تنصرك سرا فسيدهم وأفضلهم أبو طالب وأما التي تنصرك علانية فسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب هذا الكلام بهذا التبويب وهذا التفصيل لا يصدر إلا عنهم هذا كلامه هذا كلام الحسن العسكري إن الله تعالى أوحى إلى رسول الله إني قد أيتك بشيعتين شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة السابقة من أن أبا طالب وفر لمحمد صلى الله عليه وآله وفر له بناء الشخصية الاجتماعية الإعلامية وهذا كونه وبناه وأسسه أبو طالب قبل البعثة سفر أبو طالب إلى الشام ليس إلى التجارة إنه أخذ معه محمدا صلى الله عليه وآله وشاع بين الناس من أن محمدا هو الذي طلب من أبو طالب أن يأخذه معه هذا برنامج أبو طالب أراد أن يضع نقاط واضحة في مسيرة محمد تعرفها الناس ولذا كانت سفرة أبو طالب سفرة وحيدة أبو طالب لا يعمل بالتجارة لو كان يعمل بالتجارة لسافر سفرة ثانية كانت سفرة وحيدة جزء من برنامجه في بناء الشخصية الاجتماعية الإعلامية لرسول الله وسفرته إلى الشام كانت معبأة بالكثير من الحوادث والكثير من التفاصيل المقام لا يسمح لي أن أسهب في كل صغيرة وكبيرة إني قد أيتك بشيعتين الله يقول لرسوله شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية فأما التي تنصرك سرا إنه يخطط ويعمل في برنامج مفصل كما قلت لكم في الحلقة الماضية أبو طالب نحت حياته نحت زمانه ومكانه لخدمة محمد صلى الله عليه وآله إلى أن استوفى البرنامج فتوفي صلوات الله عليه إني قد أيتك بشيعتين شيعة تنصرك سرا وشيعة تنصرك علانية فأما التي تنصرك سرا فسيدهم وأفضلهم أبو طالب هذا يعني أن أبو طالب كان معه من يشتغل في هذا الاتجاه وأما التي تنصرك علانية فسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب عجيب 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 أبو طالب هذا في مكة قام الإسلام على أكتافه وفي المدينة قام الإسلام على أكتاف ولده علي عجيب أمره هذا نذهب إلى فاصل طلعت طلعت شموس بن البتولي طلعت طلعت شموس بن البتولي بسمثنا في كل جيلي وبدى العذول يلومني طلعت 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 شموس بن البتولي بسمثنا في كل جيلي وبدى العذول يلومني حجر حجر بشدقك يا عذولي أتلومني أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بن البتولي أتلومني أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بن البتولي ذق ما أذوق وبعده ذق ما أذوق ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول فلقد فلقد كرعت بحبهم فلقد كرعت بحبهم عسلا 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 فلقد كرعت بحبهم عسلا عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كزا جبيل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كزا جبيل فيه دوى الداء العضال المستطيل المستحيل فيه دوى الداء العضال المستطيل المستحيل ذوق 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 ما أذوق وبعده أتلومني ثكلت كأمك في ولاء بني البتول ذوق ذوق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول هذه أحاديثهم قطعا على سبيل الأنموذج وليس على سبيل الاستقصاء إنني ما حدثتكم حديثا كاملا مفصلا عن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لأنني إذا أردت أن أسهب في هذا الموضوع سأحتاج إلى العديد من الحلقات الكلام كثير وطويل وعميق جدا هذه نماذج من حديث العترة إنها حديث جعفر بن محمد حديث الأئمة عردتها عليكم أنتم أحرار أحرار أنا أنا حدثتكم بحديث جعفر أتعرفون من هو هذا جعفر هذا جعفر الصادق ابن من ابن من ابن محمد الباقري ابن من ابن من ابن علي السجادي زين العابدين ابن من ابن من ابن الحسين الشهيد سيد شباب أهل الجنة ذك الذي كتب الله على عرشه حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجاة ذك الذي يقول عنه محمد صلى الله عليه وآله حسين مني حسين مني مني وأنا من حسين هل أحتاج إلى أن أعرفكم بحسين كي أقول لكم أبوه علي واموه فاطمة تعرفون فاطمة نحن في ثقافتنا الشعبية العراقية الشيعة في العراق إذا ما تحدثوا عن نسب أحد السادة من ولد فاطمة هكذا يقولون يقولون نسب السيد قصير ما يحتاج تطويل لا تدور على نسبه نسب السيد قصير يقولون ابن الزهرة ما يحتاج إذا هذا ابن الزهرة فعلا نسبه قصير لا يحتاج إلى البحث عن كرامة نسبه عن شرف نسبه هذا ابن الزهرة فحسين هذا هل تريدون أن أعرفكم بأبيه أم تريدون أن أعرفكم بأمه الأحاديث التي قرأتها عليكم إنها أحاديث هؤلاء تريدون أن تأخذوا بها ذلك من توفيقكم وذلك فوز لكم تريدون أن تعرضوا عنها فذلك خذان واضح لأنكم إذا أعرضتم عنها ستذهبون إلى البخاري إلى البخاري وهو يحدثنا عن شيخه مسدد حدثنا مسدد من أن أبا طالب في ضحضاح من نار لعنة الله عليه مسدد من هو هذا من هو هذا مسدد مسدد من هو هذا أنا حدثكم عن عن الذين أؤمن بأحاديثهم قلت لكم هذا جعفر الصادق ابن محمد الباقر حدثكم عن أسماء أبيه وجده وأجداده مسدد هذا الذي إذا أردتم أن تفضلوا حديثه على حديث هؤلاء ابن من هذا مسدد أتعلمون ابن من مسدد هذا ابن مسرهد أنا لا أسخر منكم أنا أنقل لكم ما هو موجود في كتب الرجال وسأقرأ لكم من الكتب مسدد هذا هو ابن مسرهد ومسرهد هذا ابن من مسرهد ابن مسربل ومسربل ابن من ابن مغربل ومغربل ابن من ابن مرعبل ومرعبل ابن من ابن مطربل ومطربل ابن من ابن أرندل وأرندل ابن من ابن سرندل وسرندل ابن من ابن غرندل ورقصني يا قدع هذا هو مسدد هذا مسدد ابن مسرهد ابن مسربال ابن مغربال ابن مرعبال ابن مطربال ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك ابن المستورد حسا ما أدري شي يستورد قنادير نعيل ما أدري ابن المستورد أتعلمون أن ثمن أحاديث البخاري ينقلها البخاري عن مسدد هذا هم يتحدثون عن من أن شخصية موجودة بهذا الاسم تصدقون هذا ماذا تقولون أنتم رجاء أن أعرضوا لنا مقطع فيديو من برنامج أموال والذي بث في سنوات سابقة على قناة العهد قال مصرف الرافدين العراقي أنه وضع آلية محددة لمعرفة الموظفين المشمولين بالسلفة بعد تدقيقها واتخاذ اللازم فيها وأشار المصرف إلى أنه تم رفع أسماء الطلبات المقبولة بواسطة الموقع الإلكتروني للمصرف وعلى شكل وجبات ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات الإدارية من قبل الموظف ومنحه السلفة وفي بيان للمقبولة أن الأسماء المشمولة بسلفة الموظف أو موظفي الدولة التي يتم إطلاقها مؤخرا والتي تبلغ عشر ملايين دينار لكل موظف أعلنت عن طريق الموقع الإلكتروني للمصرف وتسدد على شكل أقصات شهرية لمدة خمس سنوات من قبل الموظف بعد استلامها لكن المشكلة وين؟ المشكلة تكمن في أن هذا القرض بعض وأشدد على كلمة بعض استغلوا مكانهم داخل المصرف في الحصول على قروض وهمية بأسماء عجيبة وواضحة فكيف بهم إذا أدخلوا أسماء حقيقية بأوراق مزيفة لنشاهد بعض هذه الأسماء هذا الاسم رقم خمسة سيبس أبلت بتبلاب أتبلتب وزارة البلديات والأشغال العامة هذا يعني يشتغل بهاي الوزارة اسم الأم ما أعرف يعني هذا ما أعرف ش أقرأ بس هذا الاسم الأم ورقم الهوية له أربع واحدات شين هالصدفة هال اسم أبو واسمه هيتي واسم أمه هيتي وهاي أربع واحدات ومسلم قرض نتحول للإسم الآخر اللي بعد هذا الاسم خلي أول شي نعرض الصورة 713 اللي هو الرقم مال هذا الموظف عندنا موظف بهال اسم هذا اسمه عتوي بزون طبعاً أنا آسف على هذا الاسم وأنا أعتذر إذا أكو شخص بهال اسم هذا يعني أنا أعتذر أنه أظهر ناب يشتغل بوزارة التربية هذا الموظف واسمه ضبعة واوي ذيب شلوها يا حديقة الحيوانات يعني أدري تجذبون علينا هل سماشي تجذبون على مدراءكم اللي أنتوا مثلاً راح تطهم فد نسبة تجذبون على الأشخاص اللي قاعدين على الحاسب اللي هم راح يأخذون فد نسبة معينة بس يا أخي ما تجذبون علينا يا أخي إحنا شعب واعي إعلام واعي لذلك أنتظر رد من مصرف الرافديان على هذه العتاوي الموجودة أو الفضائح وللعلم سأكرر هذه الأسماء كل حلقة أكرر هذه الأسماء كل حلقة حتى نسمع الرد من المصرف أو من الوزارة أو ما ينفي ذلك ويبرره إما بخلل أو يحاسب المسؤولين اللي قائمين على هذا واللي يسرقون قوة الشعب العراقي عتوي بازون تشلي بمسودن عتوي هو القط الذكر الذي يكون ضخما ويكبر رأسه رأسه كبير وهو في غاية الضخامة في اللهجة العراقية الشعبية القط الكبير الضخم الجثة الكبير الرأس يقولون عنه عتوي بازون هو أصغر منه هو أيضا القط الذكر تشالب هو الكلب مسودن يعني مجنون المجنون في اللهجة الشعبية العراقية يقولون عنه مسودن أي أن المرة السوداء مضطربة عنده فيقولون عنهم سودن مجنون هذه أسماء مكذوبة وأمه اسمها ضبعة ووذيب من نسبة لي أرى هذه التراكيب أكثر مقبولية وأكثر معقولية من تراكيب مسدد هذا مسدد مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبال ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل ألا تجدون أن الأكاذيب هنا في الدوائر العراقية هي أقرب إلى المنطق من أكاذيب البخاري وشيخه هذا يعدونه من كبار المحدثين ومن ثقاته إنه مسدد شيخ البخاري مع ملاحظة أن مسلم صاحب الصحيح كان معاصرا للبخاري لكنه ما نقل رواية واحدة عن مسدد هذا هذا سؤال يطرح نفسه مع أنهم في كتب الرجال يمدحونه كثيرا ويوثقونه وكما قلت لكم قبل قليل من أن ثمن أحاديث صحيح البخاري نقلها البخاري عن مسدد هذا ابن مرعبل ابن مطربل مسرحية كويتية في نفس هذا الاتجاه على هامان يا فرعون عبد الحسين عبد الرضا يقرأ علينا مجموعة اسم بالنسبة لي أراها أكثر مقبولية من سلسلة أسماء نسب مسدد هذا رجاء اعرضوا لنا الفيديو أنا أقول عمي أنا من رأي إنه نقرأ شي بيني وينك أحسن لا 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 أبوي مو غرب لا لأنه محظورة الحين مو غرب يبقى أهل أقرب أهل أهل خالي عشون تاريخ أهل يعني أنا من رأي أحسن ترى بيني وينك لا 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 عبد عبد دخل التاريخ الحجي بني وينك ومش على التاريخ شوي ما أنصب لكن يلّا التاريخ حبخص ياسنك أي التاريخ حبخص أبوي ما أعرف اسم الكتاب مله الكتاب اسمه عجائب الزماني لابن الزعفراني اسمعي حتى ابن الزعفراني كاتب عن اهل هذا كتاب جديد أنا ما سمعت فيه هذا آخر شي يكتب الزعفراني وتوفى بعض مرة واحدة الله بس عاجز الزعفراني ترى مؤرخ عجيب لا لا حقاني ما يقول للصج لا 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 لقاري عننا لا لقاري عننا انتوكل على الله ونيقرأ قول بوجه يقول سلم كان له كتاب عجائب الزماني لابن الزعفراني انه في عام 42 وثمان ماعة للهجرة كان جدكم الاكبر اسمه صالح ابن شهاب الدين ابن مكيري ابن حمضل ابن شندل ابن حنيس ابن طلع ابن جلب ابن حصاني ابن حصاني احسن اثنين باهلك ابن حصاني كانوا زينين كما يقول عبدالحسين عبدالرضى صالح ابن شهاب الدين ابن مكيري ابن حنظل ابن شندل ابن خنيث ابن حنيث ابن طليع ابن تشلب أبا الحصاني أبا الحصاني يعني الثعلب في الثقافة الشعبية الكويتية أبا الحصاني الثعلب نحن في جنوب العراق نقول أبا الحصين عن الثعلب هذه التراكيب أراها أقرب إلى الواقع من نسب مسدد هذا مع أنها كوميديا لكنها أقرب إلى الواقع صالح كما يقرأها عبد الحسين عبد الرضا ابن شهاب الدين ابن مكيري ابن حنظل ابن شندل ابن خنيث ابن حنيث ابن طليع ابن تشلب أبا الحصاني أكثر مقبولية من مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبال ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل على الأقل ما قاله عبد الحسين عبد الرضا هذه الكلمات لها معاني أما أرندل سرندل غرندل لا معنى لها في لغة العرب فأنتم بالخياري إما أن تأخذوا بحديث جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين وإما أن تأخذوا بخبري مسددي ابن مرعبال ابن مطربل إلى آخره هذا الملف هذا الملف يخبرنا بالأحاديث التي رواها البخاري عن مسدد هذا في كتابه الصحيح عدد أحاديث البخاري فيما هو مطبوع في البخاري المطبوع سبعة آلاف خمسمية وثلاثة وستين حديث لكن في الحقيقة عدد الأحاديث ليس هذا صار الرقم كبيرا لأن البخاري يكرر رواية الأحاديث في العديد من الأبواب حديث واحد يذكره ربما في سبعة أبواب وكل هذه الأحاديث حتى المكررة ترقم ولذا فإن أحاديث صحيح البخاري فيما هو مطبوع من الصحيح سبعة آلاف خمسمية وثلاثة وستين حديث أما الأحاديث الأصل إذا حذفنا التكرار فبحسب ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري أشهر شرح لصحيح البخاري وابن حجر العسقلاني كما يقول علماء سقيفة بني ساعدة هو الأكثر خبرة بأسرار هذا الكتاب فبحسب ما أحصى ابن حجر العسقلاني فإن أحاديث البخاري الفين سبعمية واحد وستين حديث الفين سبعمية واحد وستين حديث أحاديث مسدد ثلاثمية وخمسة وعشرين حديث ثمن أحاديث البخاري قسم الفين سبعمية واحد وستين على ثلاثمية وخمسة وعشرين الناتج ثمانية ثمانية وشيء من كسور ثمن أحاديث البخاري رواها البخاري عن مسدد هذا ابن مسرحد هذا الملف فيه تفاصيل الأحاديث التي رواها البخاري عن مسدد أشير إلى أول حديث الحديث الأول هو الحديث الثالث عشر في كتاب الإيمان في الباب السابع باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا أول حديث من أحاديث مسدد ابن مسرهد وآخر حديث بتسلسل ثلاثمية وخمسة وعشرين بحسب هذا الملف رقم الحديث سبعتالاف خمسمية وثلاثة واربعين بحسب المطبوع من صحيح البخاري إنه من كتاب التوحيد الباب الحادي والخمسون باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها إلى آخر عنوان الباب ثلاثمية وخمسة وعشرين حديث هذه الأحاديث هذه الأحاديث في صحيح البخاري رواها البخاري عن مسدد ابن مسرهد هذه الشخصية ذكرها صاحب الطبقات الكبرى محمد ابن سعد الزهري وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي المجلد الرابع الذي يشتمل على الجزئين السابع والثامن في الجزء السابع صفحة مية وثلاثة وخمسين رقم الترجمة ثلاثتالاف ثلاثمية وأربعة وثمانين ذكره في الطبقة الثامنة مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن شريك الأسدي ويكنى أبا الحسن توفي بالبصرة في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين هذا من الكتب القديمة وصاحب الكتاب توفي سنة ميتين وثلاثين للهجرة أي بعد الوفاة المفترضة لمسدد ابن مسرهد بسنتين وهذا سير أعلام النبلع لأحد أئمة الشوافع الإمام شمس الدين الذهبي هذه طبعة مؤسسة الرسالة وهذا هو الجزء العاشر الذهبي توفي سنة سبعمية وثمانية واربعين للهجرة صفحة خمسمية وواحد وتسعين رقم الترجمة ميتين وثمانية تحدث عنه بنحو مفصل وقال بأن أحمد ابن حنبل قال مسدد صدوق فما كتبت عنه فلا تعد خذوا بكلامه وقال غيره ما قال من المدح والثناء والتوثيق لهذه الشخصية إذها كانت موجودة ثم ذكر نسبه في صفحة خمسمية وأربعة وتسعين مثل ما ذكرته لكم من أنه ابن مرعبال ابن أرندل إلى آخر الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل علماء سقيفة بن ساعدة يسخرون في كتبهم من سلسلة الأسماء هذه يحيى ابن معين من أئمة السنة حينما يذكر مسددا هذا يقول عن نسبه إن هذا النسب يكون رقية للعقرب المراد من الرقية ما يكتب كحرز أو ما يكتب في الطلاسم التي يذكر فيها أسماء الجن أسماء الملائكة تكتب فيها تراكيب غريبة من الحروف فيقول يحيى ابن معين من أن نسب مسدد هذا بمثابة رقية العقرب وابن ماكول أيضا وابن الأهدل في شرحه للبخاري يقول هذا النسب بحاجة إلى بسملة أن يسبق ببسم الله الرحمن الرحيم كي يصبح رقية للعقرب شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي كتاب معروف ابن العماد الحنبلي توفي سنة ألف وتسعة وثمانين للهجرة وهذا هو الجزء الثالث هذه الطبعة طبعة دار ابن كثير فروعها في سوريا ولبنان صفحة مية وثلاثين يذكر ابن العماد الحنبلي تحت عنوان سنة ثمان وعشرين ومئتين يذكر الأحداث والوقائع والذين ماتوا في تلك السنة فممن مات في تلك السنة مسدد هذا شيخ البخاري حيث يقول وفيها فيها توفي مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك ابن المستورد الأسدي إلى آخر ما ذكره من كلام وما ذكره من سخرية علماء السنة بهذا النسب أنتم أحرار أحرار أن تأخذوا برواية جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين الشهيد أو أن تأخذوا برواية البخاري عن مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك ابن المستوردي الأسدي قلت لكم أنا ما أدري إيش يستورد هذا قنادر نعيل ما أدري الأمر راجع إليكم نذهب إلى فاصل استمعتم إلى حاديث العترة الطاهرة وسأقرأ عليكم حديثة مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل رقم الحديث 3883 رقم الصفحة 681 من الطبعة التي بين يديه إنه الباب الأربعون باب قصة أبي طالب من الكتاب الثالث والستين من كتب صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار البخاري يقول حدثنا مسدد بسنده حدثنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بترأ ماذا نتوقع من البخاري وماذا نتوقع من ابن مرعبل ابن مطربل إنها صلاة بترأ قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار الذي يستحقه أبو طالب بحسب البخاري بحسب ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل بحسب هذا الذي يستحقه أبو طالب أن يكون في الدرك الأسفل من النار أما أبو سفيان فقد أسلم وحسن إسلامه وأما أبو قحافته أكل الذبان فقد أسلم وحسن إسلامه وهكذا البقية الباقية إلا أبو طالب فإنه لا بد أن يكون في الدرك الأسفل من النار ولولا أن يتشف عليه النبي لبقي في الدرك الأسفل من النار وبعد الشفاعة وبعد الوساطات وكتابنا وكتابكم وضعوا أبو طالب في ضحضاح من نار لعنة الله عليكم أنتم أحرار الذين تتابعون هذه الحلقة وأخاطب شباب السنة بالذات قبل شباب الشيعة أنتم أحرار أن تختاروا المكان الذي تضعون أقدامكم فيه هناك خياران هناك خيار العترة وهناك خيار السقيفة بني ساعد أما خيار سقيفة بني طوسي فهو الأقذر فهو الأقذر وأقول لشباب السنة إذا صار قراركم أن تتحولوا إلى سقيفة بني طوسي أقول لكم من الخير لكم أن تبقوا على حالتكم انتقالكم إلى المذهب الطوسي انتقال إلى ما هو أسوأ القذارة كل القذارة والضلالة كل الضلالة في المذهب الطوسي أن تبقوا على مذهبي وديني وعقيدتي سقيفة بني ساعدة يمكن أن يأتي يوم كي تهتد إلى دين العترة لكن إذا تحولتم إلى المذهب الطوسي إن طمست بصيرتكم بالكامل لا أعتقد أنكم ستوفقون في يوم من الأيام أن تدركوا دين العترة أن تبقوا على دين سقيفة بني ساعدة يمكن أن يأتي يوم كي تدركوا حلاوة دين العترة أما إذا انتقلتم إلى دين مراجع النجف وكربلاء هؤلاء سيطمسون عقولكم سيدمرون فطرتكم ولن تستطيعوا الخلاصة من سوق نخاستهم هذا هو الذي عليه حال شباب الشيعة وحتى وحتى الذين ماتوا وحتى الكبار من الشيعة حالهم أسوأ لكنني أتحدث عن الشباب لأن أئمتنا وجهوا أنظارنا إلى الشباب إمامنا الصادق حينما كان أصحابه يشكون إليه إعراض الناس عن دين العترة ويقولون له يبنى رسول الله كلما احتججنا عليهم بشيء حرفوا معاني الآيات وذهبوا بها بعيدا في اتجاه آخر فقال لهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه أين أنتم عن الأحداث الأحداث هم الشباب أين أنتم عن الأحداث الأحداث يكونون في مقابل الشيوخ في مقابل الكهول إنهم الشباب أين أنتم عن الأحداث لماذا يقول إمامنا الصادق هذا الكلام بيّن لنا أين أنتم عن الأحداث فإن قلوب الأحداث قلوب الشباب إلى حديثنا أميل هذه الحالة في الشباب السني إنني أتحدث مع الشباب السني الذي لا يعد نفسه متدينا المتدينون من الشباب السني هؤلاء حالتهم أصعب من غير المتدينين أن يصلوا إلى دين العترة قذارات دين السقيفة بني ساعدة تحول فيما بينهم وبين الوصول إلى دين العترة الطاهرة الذي هو دين محمد صلى الله عليه وآله يا شباب الشيعة ويا شباب السنة أعرفوا هذه الحقائق وأعرفوا الواقع الذي أنتم تعيشون فيه أنا لا أريد منكم شيئة أنتم لن تنفعوني لن تنفعوني لا في الدنيا ولا في الآخرة أنا الذي أنفع نفسي وأنا لا أستطيع أن أنفع نفسي من دون توفيق إمام زماني فإنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر أنا وأنتم كذلك لا أستطيع أن أنفعكم ولا تستطيعون أن تنفعوني أنا أؤدي وظيفتي الشرعية أضع الحقائق بين أيديكم أنتم إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة وتبحثون عن دين العترة الطاهرة تستطيعون أن تنتفعوا من هذه الخدمة التي أقدمها لكم وأنا أقدم الخدمة هذه لكم لا لأجل سواد عيونكم أنا لا أعرفكم هذه وظيفتي الشرعية يجب علي أن أقوم بهذا إنني أقدم الخدمة لنفسي فعلا ما سألتكم من أجر كما يقول القرآن فهو لكم حينما سألنا رسول الله الأجر وأنه له قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربة هو في الحقيقة لنا وهذه الخدمة أقدمها لكم هي في الحقيقة خدمة لنفسي وليست لكم وإنما في جهة من جهاتها تكون لكم أدركوا أنفسكم هذه نصيحة من إنسان صادق معكم لا يريد منكم شيئا ولا يتوقع منكم شيئا نصيحة لكم أن تتابعوا هذه الحلقات وأن تعيدوا وتكرروا دراستها وأن تتابعوا الإعادة كي تدركوا الحقيقة الحقيقة لا في دين سقيفة بن ساعد ولا في دين سقيفة بن طوس الحقيقة الحقيقة في دين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين عطرته أطاهر نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سننتقل إلى فقرة جديدة مهمة ومهمة جدا تحت نفس هذا العنوان وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 هذا هو صحيح البخاري إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين هذا الكلام ما هو إن شاء إنها حقائق ووثائق وعلى عينك يا تاجر